أكد رئيس الهيئة العليا بالتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي بأن اللقاء بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس في الرياض كان مثمرا وإيجابيا وبناء وقال اليدومي في تصريح لموقع الصحوة نت بأن اللقاء تطرق للدور الهام الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن والذي جاء بناء على طلب القيادة اليمنية لمواجهة الانقلاب الذي هدد أمن اليمن والإقليم معا مؤكدا على أهمية دور المملكة في الحفاظ على اليمن داخل النطاق العربي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليها وأشار اليدومي إلى أن اللقاء استعرض موضوع السلام الذي تحتاجه اليمن بمرجعياته المجمع عليها محليا وإقليميا ودوليا بعيدا عن المبادرات التي تحاول إبقاء المشكلة دون حل حقيقي وأكد اليدومي أن علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالمملكة العربية السعودية تأتي من خلال الدور الذي يقوم به مع بقية القوى السياسية اليمنية ضمن منظومة الشرعية اليمنية التي هي جزء من التحالف العربي وبأن الإصلاح ينطلق في هذا الدور من قناعته بضرورة العمل المشترك طويل المدى بين الدولتين اليمنية والسعودية لمواجهة المخاطر والآثار التي سببها الانقلاب على الدولة اليمنية